والشوط الأول الرئيسي يشهد مشاركة العنود عبدالهادي بن علي بن عجلان المري بديعة حسن بن حمد بن راشد النعيمي الذهيبة منصور بن رملي بن محمد العامري ومعزه لرشيد بن حمد بن سليمان آل جبرين وانطلق مشاهدين الأعزاء بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح انطلق أول أشواط الثاني البكار أقواها في هذا السباق المحلي الثامن ونحن أيضا ننتظر حدث هام وحدث كبير سيبدأ بعد أيام قليلة وهو سباق سيدي سمو أمير البلاد المفدأ الاستعداد الأخير وآخر الفرص والتجهيزات لهذا السباق والختامي الكبير نواصل ونستكمل أسماء المشاركات بهذا الشوت الذهيبة منصور بن رملي بن محمد بدوده العامري معزه لرشيد بن حمد بن سليمان آل جبرين عهد علي بن حمد الشرقي الريانية خالد بن عبد الله بن حمد العطية والشيحانية المبارك بن حمد بن مسفر الشهواني الفايزة راشد بن علي بن رايه المري قضية للسعيد بن راشد بن حبيبه المري طاعة لهدي بن راشد بن انديلة المري ومسيره لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي وآخيرا العنود لنواف بالأسمر بن راضي البنتان الشمري هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء التي انطلقت في هذا الشوت الأول الرئيسي والبحث عن معرفة وعن سنتعرف بعد هذا الشوت عن بطلة هذا الصباح للثناية والكل يبحث عن الفوز والانتصار في آخر المحطات قبل الختاميات مشاهدين الأعزاء مقدمة الشوت العنود تعود بكية هلم العظام أيضا أمالهم وضموحاتهم كبيرة مع الشيحاني يمبارك بن حمد بن مسر الشهواني المركز الخامس مع عزة رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين والتضمير مع راشد بن اهديبان بانت المنصة يا متابعين اقتربنا من المنصة أول أشواط الثاني البكار العنود 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 ما زالت على مقدمة الشوت واذهب قادمة 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 ترفع راية التهديد على المركز الثاني الشيحاني أيضا على المركز الثالث وأيضا بدورها ترفع راية التهديد وتحركت مع عزة على المركز الرابع رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين ومن اهديبان في التضمير تتحرك في تسلم إلى المركز الثالث أعود إلى مقدمة الشوت العنود العنود تفتتح الكيلو الأخير الكيلو المثير يا بالعجلان آخر كيلو والمنصة الرئيسية تقترب والعنود ما زالت ما زالت سيدة الموقف ما زالت تتحكم بأمور المركز الأول والأمور زينة يا بالعجلان حتى هذه اللحظات الأمور طيبة ولكن معزة معزة قادمة معزة قادمة 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 على المركز الثالث العنود ومعزة الأمتار الأخيرة 700 متر وتحرك شعر بن رملي تتحرك بديعة وهنا اقتحام من قضية سعيد بن راشد بن حبيبة تقتحم النداء مشاهدين إلى عزة على المركز الثالث انطلقت قضية وانطلقت أيضا هنا الذهبة وانطلقت أيضا يا السلام معزة 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 إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى بن اهديبان إلى بن جبرين هذا الشوت حتى هذه اللحظات إلى المملكة العربية السعودية وما يدينها في كل مكان يا السلام يا السلام إذن الخطورة من الذهبة في هذه اللحظات وأيضا العنود عادت 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 العنود لتطحن المعركة يا سلوب إذن معزة مشاهدين العزة وبن جبرين يختطف ناموس أول أشواط التناية تهارينة لأبناء المملكة تهارينة لسليمان بن جبرين تهارينة مشاهدين إلى عزالي رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين على هذا الفوز سلام المملكة سلام 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 معزة سلام لحظات الوصول تهارينة وإنها موسيقى المركز الثاني بديعة حسن بن حمد بن راشد بن عامي المركز الثالث الذهبة لمنصور بن بن رملي بن محمد العامري المركز الرابع العنود لعبدالهادي بن علي بن عزان المري المركز الخامس قضية لسعيد بن راشد بن حبيبة المري هذه النتيجة مشاهدين إلى عزائي والحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى وهذه معزة تصل لتختطف ناموس الشوط الأول الرئيسي للتناية البكار 13 دقيقة ثانية واحدة 76 جزء من الثانية تهانينة والناموس لمالك معزة رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين والتهانين لراشد بن هديبان والسعيد بن هديبان المركز الثاني بديعة 13 دقيقة 270 جزء من الثانية تهانينة لحسن بن حمد بن راشد النعيمي المركز الثالث كان الوصول من الثيبة توقيته 13 دقيقة 284 جزء من الثانية تهانينة لمنصور بن رملي بن محمد العامري تهانينة وإنه مستجمع الفائزين أيها الأعزاء الشوط الأول الرئيسي للثناية القعدانية السعيد للانطلاق بمشاركة 25 مشارك وانطلق هذا الشوط الأول الرئيسي والكلمة والمايك وحيلها فيه للزميل مطلق بن علي العنز بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان أسعد الله صباح حضراتكم بكل خير أحييكم وأوراكم